موسيقى موسيقى يا صباح الاشراق والصحة وكل الامنيات الحلوة دايما لمشاهد النهار الستات على نهار ودائما البشرات التي تتويلى والتي تصر من أحلى البشرات وإحنا في بداية 23 ويناير ده بداية انطلاق برنامج الستات وبالحب بحبكم بدعمكم ويعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله دايما الحمد لله والحمد لله على الحمد لله على رأيي وقولة عبد الرحيم كمال برنامج الستات بفارق أكتر من 50 مليون مشاهد عن أقرب منافس صفحة الستات في 22 صفحة برنامج الستات هي الأعلى في 22 الأعلى في معدل المشاهدة والتفاعل في كبرنامج اجتماعي على الفيسبوك داخل مصر في عام 22 الحمد لله الحمد لله دايما نجاح والصدارة والمحافظة على المقدمة أكيد مش حاجة سهلة مجهود وارتهاد وتعب لكن الحمد لله ربنا بيكلل هذا الجزاء برد ورحمة وتبطبة والحمد لله الحمد لله ودايما عندنا طول الوقت إيمان ويقين بتوفيق ربنا ومواصلة السعي والدعم الكبير من حضراتكم ودايما في ضغرنا ودايما كل الحب لكم وكل الحب منكم هو ده اللي بنسعى إليه دايما نحن نبقى متميزين ونبقى دايما موجودين ونجحين بدعمكم شكرا لجمهورنا الكبير على هذا الحب وهذا الدعم إن شاء الله يا رب كل الوعد وكل الأمنيات وكل دعاء إن اللي جاي بقى أحلى مع الستات على نهار دايما الحمد لله والحمد لله وطبعا بنشكر فريق السوشيال ميديا صفحة الستات الصحفي الأستاذ محمود حنفي وإدارة السوشيال ميديا في قناة نهار أستاذ جودة وأستاذ حسن بنشكركم جدا ودايما دعمين ودايما إحنا طمعين وننتظر الأحسن والأفضل دايما عايزين نقول إن إحنا النجم الكبير عائد الإمام بألف خير الحمد لله ويمكن أنا توصلت مع الأستاذ مع ناس كتير وهو بألف خير وفي دوريات ثقافية طول الوقت في بيت الزعيم بيبقى فيه فنانين وبيبقى فيه موسقفين وزعيم طول الوقت عمره محتاج يزهر ولا يتباهى باللي بيقراء أو بكل اللي يعرفه والمعرفة الحقيقية هي اللي بتمنح صاحبها الكفاية والاكتفاء والامتلاء هو شخص منتلق بالنجاحات ومنتلق كمان بالثقافة وبالتواصل وبيختار يتواصل مع المجتمع من خلال علاقاته بالموسقفين والغاية دلوقتي هو حريص على المقابلات اللي بيجريها مع مجموعة منطقه من الموسقفين ودي مقابلات محتاجة إعادة اكتشاف ورواية الحضور عنها زي كده يوميات في صالون العقاد اللي كتبها أنيس منصور نتمنى أن الزعيم يوافق ويتعمل القصة دي تبقى حاجة مهمة جدا يمكن واحد من الحضور الصحفي زميلنا الأستاذ محمود موسى من النبلاء في الصحافة الفنية في مصر كتب أول مبارح على صفحته على فيسبوك أنه هو تشرف من فترة بزيارة أو هو طول الوقت بيتشرف من فترة أخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عاد الإمام وبيقول أنه راح اليوم اللي هو كان أعتقد من يومين وتشرف بالزيارة وزي كل الزيارات بيكون المكان محاط بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرحة والضحكة وبيقول أنه كان في كامل صحته ومبتسم ومبتهج كعاته وأنه كريم في ضيافته وفي حضرة الزعيم في كتير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات سهمت في الثقافة وفي الفكر وأنه أنت تكون في حضرة الزعيم فأنت مع القيمة والقامة في التاريخ عاد الإمام رمز وعنوان للسعادة والعطاء والنجاح في حضرة الزعيم يمكن هناك ثوابت لا تغيب ولا تتغير عشقه لمصر بتاريخها وحضرها ومستقبلها وهو بيتنفس مصر زي ما دايما عاد الإمام بيقول عاد الإمام هو نجم كل السنين وزعيم كل الأجيال والإشاعات عوزة مننا إيه الإشاعات عوزة إيه طول الوقت مروج الإشاعات بيستهدفوا شخصيات مؤثرة وملهمة في حياتنا وليها جمهورها وليها وزدها وليها قيمتها مش عارفة ليه الشائعات طول الوقت بتستهدف النجم الكبير عاد الإمام وكمان بالأمس استهدفت عمنا العمدة صلاح السعداني هو السؤال بقى هو إيه التجرق على حياة الناس ده يعني ليه التجرق على الموت نفسه مش بس على حياتهم وعلى الموت معقولة حتى جلال ورهب تلموت ما بقتش موجودة عند الناس دي اللي بتنتج الإشاعات بتعمله على بطال وبمناسبة ومن غير مناسبة وبتختلقها أحمد سعداني النجم ابن الفناني الكبير صلاح السعداني نفع مبارح شائعة وفاة والده قال ربنا يبارك في عمره لكن الغريب كمان إن اللي بيكتب يعني الشائعات دي دلوقتي شخصيات المفروض إنها عامة شخصيات معروفة مش ناس مجهيل كده على السوشيال ميديا والمفروض إن الناس دي الناس بتصق في اللي بيكتبوه فالناس للأسف بتبتدي تنقل المعلومة الناس بتنقل المعلومة أصلا حتى لو هي مش دقيقة فما بالنا لو حد كتب هو شخصية معروفة عشان كده أحمد السعداني كان يعني عصبي جدا في رده على الشخصية اللي كتبت كده لأنه هو كتب وداعا للمبدأ صلاح السعداني فيعني إزاي يقول كده يعني إزاي يبقى شخص المفروض إن هو معروف وبيتحرل دقة ويكتب شيء غير دقيق أو إن هو الشيء غير متأكد منه عشان كده أحمد السعداني رد وقال أبويا بخير الحمد لله وإن شاء الله يعني يعني قال يعني رد بالدعاء على اللي كتب الإشاعة الكاتب الصحفي وزميلنا العزيز أكرم السعداني وابن أخو الفنان صلاح السعداني برضو دافع عن يعني قال إيه كمية الإشاعات اللي بتطلع دي وإيه وليه وكمان لما ظهرت إشاعة الزعيم عاد الإمام في أغسطس اللي فات أكرم كتب وقال بعد الشر عنه وربنا يبارك في صحته ويعني طول الوقت الناس القريبين من الشخصيات الملهمة دول في حياتنا بيستعجيبه من الحاجات دي يعني من يومين بالضبط برضو كتب أكرم سعداني إن هو سهر مع العدول الجميل ده بتعبيره بحضور عصام إمام وإحنا توصلنا أنا كلمت أستاذ عصام إمام وأكد لي إنه هو الزعيم رافض يرد على أي إشاعات وقال له إذا كان هم بيخلونا الإشاعات دي إن إحنا إننا لقدر الله بعد الشر مد 7-8 مرات فما فيش أي رد هيخليهم يرتدعوا عن قصة الإشاعات فهو بيترفع عن الرد لكن أكرم سعداني بيقول إن هو زاره وكان فيه مجموعة من الموجودين منهم مشام الشلقاني وبيقول كمان استعادنا ذكريات العمر بأكمله وأسعدنا عهد الإمام كما هو عهده ويمكن نشر صورة قديمة جماعته بالفنان عهد الإمام والمنتج الكبير سمير خفاجي والفنانة فيف عبده وكل ده بيقول إن يا جماعة كيف هي إشاعات بلاش تتجرقوا على الناس بلاش حتى تتجرقوا على الموت يعني أنتوا بتعيدوا إنتاج التجرق مش بس على الشخصيات وعلى الموت نفسه وجلال ورغبة الموت ده ما ينفعش إن حد يتجرق عليه فمن فضلكوا يعني الناس اللي هي غاوية إشاعاته للوقت إن هي تتوقف عن الشائعات يعني هتفيدك بإيه إن أنت تطلع إشاعة ولا تنشر إن فلان ولا كذا صحيح إحنا يعني أكيد كلنا إلى زوال لكن اللي هو يعني ليه وإزاي من غير دقة ومن غير مناسبة ومن غير يعني ليه أنا بيبعندنا شاهوة الإشاعات طول الوقت كأنها مثلا حاجة في الجينات ولا في دمنا يعني مش دي الشخصية المصرية خالص يعني يعني دي أبعد ما تكون عن أخلاقيات المصريين ففكرة الإشاعات دي من أسوأ ما يكون يعني بلاش يعني حتى على المستوى العادي يعني بلاش عن الشخصيات القيمة في حاتنا على المستوى العادي فكرة إن أنت تطلع شائعة عن حد أو تسمع شائعة عن حد وتصدقها أو ترددها أو تعيد إنتاجها أو تسوقها دي أعتقد إن دي يعني فعل غير أخلاقي ده فعل مشين يعني فعل المفروض القانون يحاسب عليه وبينك وبين ربنا ده حسابه كبير جدا وعسير جدا فإزاي إحنا بنستسهل يعني فكرة الإشاعة سواء إن إحنا نرددها أو إن إحنا نصدقها أو إن إحنا نشيرها أو إن إحنا نتكلم عنها يعني حتى زي ما قلت في المستوى الأبسط بيننا وبين ناس عاديين بيننا وبين ناس أصحابنا بيننا وبين ناس زمايلنا زمايل زمايلنا جران جراننا ناس يعني أي المكان المفروض إن ده يعني مش من الأخلاق في شيء يعني يعني فكرة إن إحنا يبقى عندنا هذا الفضول السلبي وهذا الأداء الغير إنساني ده شيء يعني غير مقبول والمفروض إنه ما يبقاش من سمات الشخص الطبيعي ولا من سمات الشخصية المصرية الشخصية المصرية دي هي حضارة أيما أصلا على الإخلاق وعلى الإنسانية وعلى قيم كتيرة جدا فيعني نرجوكم كفاكم قتلا بالإشاعات سواء كانت عن شخصيات عامة أو عن شخصيات أنتو بتعرفوها في مجالكو أو عن شخصيات يعني ما تعرفوهاش بس يعني بنتبرع كده إن احنا نردد ونروج الإشاعات والكلام عنها ده فعل يعني جلل فما نستهونش بالقصة دي النهار ده عندنا حلقة متميزة جدا وعندنا موضوعات مهمة جدا جدا وإن شاء الله يومكم دايما زي الفل خالي من كل الإشاعات ومن كل الأخبار الغير صارة ودايما أخباركم حلوة وأيامكم حلوة ونشوفكم بعد الفاصل التالي إن إذا جهن ذكي في الضيابة الستاتة دولة لديها أعراف ولديها تقاليد ولديها ما يعرف بحقوق الإنسان من وجهة نظرها اللي حضرتك ممكن تحتسب حقوق إنسان عند حضرتك ممكن من الناحية التانية هو يشوفه من زاوية أخرى أكاديمية وبرلمانية وعالمة مصرية من طراز فريد فهي اسم رائد في القيادة الثقافية والتمثيل الدبلوماسي لقوى مصر الناعمة مع العالم حب البلد كان وجهتها الأولى منذ دراستها والبصلة التي ترتب عليها كل مشوارها الزاخر بالإنجازات والاستحقاقات إنها النائبة الدكتورة جيهانزكي درست جيهانزكي علم المصريات وطعمقت في بحوره حتى حصلت على الدكتورة وصارت أستاذ علوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربونة الفرنسية وامتدت دراستها إلى دراسات رفعة المستوى في مجال الإدارة الثقافية متويجة مشوارها التعليمي بحصولها على درجة الماجستير من جامعة سيينة الإيطالية عام 2014 الدكتورة جيهانزكي هي الرئيسة الصادقة للأكاديمية المصرية للفنون في روما وكانت أول امرأة يقع عليها الاختيار لرئاسة الأكاديمية في العام 2003 اختيرت لتكون ممثلا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اتابع وقتها لوزارة الثقافة لدى منظمة اليونسكو في باريس من أجل متابعة الملف المصري الخاص بالتراث الثقافية حتى عام 2005 اختارتها منظمة اليونسكو بما سبعين سيدة حول العالم 2015 لتمثيل مصر في أعلاء مبادئ المنظمة حقفت نجاحا باهرا توجته العديد من الأوسمة منها وسان فارس من الطبق الوطني من جمهورية بارنسا 2009 وقرمتها إيطاليا بجائزة الوردة البرونزية عام 2015 ووساب شجرة الإنسانية 2017 وكانت من المعينين في مجلس النواب لما لها منباع فكري وثقافي وأكاذبي وإداري كبير وابن جد حيكم شاهدين شايفين ملستات مصر مليانة نمازج رائعة وراقية ومشرفة وشيء كده فاخر ورائع ويعني حاجة بجد نرفع لها القبعة وخاصة لو الشخصية دي ست وتحتمي بالثقافة أو تحني كمان الثقافة وتحتمي بيها وتحميها لأن الثقافة هي احترام الذات والآخر هي إدراك القيم الإنسانية والالتزام بها هي شغف المعرفة وإعلاق قيمة الجمال والفن فإحنا عندنا شخصية عندها كل هذا الزخم بالانفتاح على الآخر اللي هو جزء مهم برضو في الثقافة دي فتنا النهاردة شخصية قيمة وقامة ويعني حاجة رائعة في التعامل مع الاختلاف وفي الرقي وفي الثقافة بالمعنى الكامل للثقافة زي ما احنا شفنا في التقرير أنها حصلت على أوسمة كتير جدا وأنها رائدة في القيادة الثقافية وفي التمثيل الدبلوماسي لقوى المصر النعيمة وهي أول سيدة ترأس أكاديمية الفنون بروما وسطع نجمها في مجال التعاون الدولي الثقافي واختلتها منظمة اليونسكو دم سبعين سيدة حول العالم سنة عشرين خمستاشر لتمثيل مصر في إعلان أو إعلاء مبادئ المنظمة وزي ما شفنا ناح حصلت على الكثير من الجوائز والأوسمة ضفتنا الأستاذ الدكتورة جامزكي أستاذ علوم المصريات والحضارة المصرية بجامعة السربو وعدو مجمع العلمي وعدو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب لكل هذه أوسمة والاجتهادات والإبداعات تاريخ مشرف ما شاء الله على مدى تلاتين سنة أسعدتين أخيرا ونورتينه حبيبتي أولا يا سهير عايزة أحييك على البرنامج الجميل ده وأشكرك على الدعوة الكريمة وأشكرك على التقرير الرائع ده والمقدمة لأكتر من رائع ده يعني ما يجيش ولا شيء في روعة شخصيتك وعطائك واللي أنت عملتيه يعني أن أنت نموذج رائع للمرأة المصرية وخاصة بره بقى بنفتخر طول الوقت أن احنا عندنا دكتورة جهانزك أتمنى أن يكون قد المسئولية دي وأد تمثيل الستات بما أن برنامجك الجميل اسمه برنامج الستات فأتمنى أن يكون يعني بمثل على قدر المسئولية الستات المصرية أكيد ده أحلى تمثيل يعني حاجةك أستاذة جماعية وعمل دبلوماسي وقيادة إدارية وأم وعضو مجل الشعب حاجات كتير قوي تحب تتعرف بإيه يعني إيه الشيء اللي أنت تحسي أنه هو ده أنت في كل الحاجات الكبيرة دي عايزة أقولك حاجة بيتهيق لي أن أستاذة جماعية لأن أنا من الناس المقتنعين أنه التكوين والتنشئة ده حاجة مهمة جدا لأن الأجيال اللي بتطلع واللي هي بتبقى سند للدولة المصرية الستة عليها دور كبير جدا وعامل وركيزة كبيرة جدا في تكوين فكرهم وتهيئتهم لمقابلة المجتمع فيما بعد فبيتهيق لي أن وظيفة تعليمية أو التربوية دي مهمة جدا كوني أستاذة جامعة وبعد كده طبعا تطرقت للكتابة أو للعمل الدبلوماسي بس دايما بيبقى عندنا الحتة الأمومة وحتة التربوية موجودة أنا بالنسبة لي يعني سعيد الشخصي الحتة دي موجودة فيها ومهمة جدا بالنسبة لي تكوين شخصية دكتورة جهان زكي الأب اللي هو محمد زكي مظبوط والأم الشريفة حياة الزيني مظبوط عملوا إيه في يعني أن أنت بين الصرامة طبعا عشان الوالد وبين أكيد أمومة متضفقة من الأم يعني هم عملوا تشكيل شخصيتك إزاي بوسي هقولك حاجة إحنا أسرة مصرية إحنا كبرنا في السبعينات القرن العشرين أنا وإخواتي وطبعا أنت قلت ملخص الموضوع أن إحنا كان عندنا برضو في البيت تربية عسكرية زي ما حضرتك ممكن تتخليها يعني منضبطة مطلعة في نفس الوقت وأهلي يعني إحنا محظوظين جدا أن أهلي دخلونا مدارس لغات ومدارس اللغات دي بما إن في التقدمة الحلوة بتاعتك بتتكلمي على الآخر فبتالي ده كان المنبع اللي إحنا التلاتة نهلنا منه علشان نتعرف على الآخر وما نخافش منه فطبعا أمي وأبويا كان لهم باع كبير جدا في تشكيل الفكر ده فكر الذي يتقبل الآخر ويتقبل التنوع ويبقى منفتح على الآخر فتربينا في الأجواء دي والدتي الله يرحمها كانت إنسانة مبدعة رغم أن هي ما جاتش فنانة المهنة بس ياسوير كانت دايما تربينا على قيمة الجمال الجمال في كل حاجة جمال في التفاصيل الحياة اليومية الجمال في الملبس الجمال في طريقة القعدة مثلا على السفر وإحنا بنتغدى كلنا مع بعض الحاجات دي كلها إحنا نشأنا عليها سلسلة القيم دي كانت مهمة جدا في بيتنا في أثناء تربيتنا أو السنوات الأولى من التربية طيب بنت بتنشأ طبعا ليه دور كبير المدرسة مع الأسرة في أن أنت يعمله شخصية بتعرف تتعامل مع أي حد في العالم بعتبر أن إحنا كلنا إنسان مش مهم بقى اللون والجنسية والديانة ووووو gebe ولما روحتي بقى روما رئيس للأكاديمية المصرية في روما يعني دي حاجة يعني منصب صعب جدا على قد ما هو رفيع المستوى طبعا بس هو صعب جدا قبليكي أعتقد كان وزير فروغ حسن في الثمانينات في الثمانينات كان الوزير قبليه كان فيه 13 راجل وفعلا هو كان تحدي صعب جدا يعني على كل الأصعادة يعني ست هي اللي بتروح تتولى بعد 13 راجل كنت أول ست أول ست تتولى المنصف ده مظبوط ومش أي بقى يعني أنا روحت سبتمبر 2012 وقت الوقت اللي ربنا لا يعيده ربنا لا يعيده والرديكالية الدينية هي ذات نفسها تحدي بالنسباني يعني أنا تم اختياري بلجنة قبلها على طول وبعدين حصل اللي حصل فيمايو ولقيت نفسي أن أنا لازم أروح أشغل المنصب ده في الخارج في أكاديمية فنون عريقة بلى 100 سنة قبل 13 راجل وأنا سيدة ثقافة دولية يعني خطاب الآخر مهم بالنسبالي غير من إيطاليا بلد برضو فيها الفاتيكان يعني دولة الفاتيكان وهي مؤسسة كاتوليكية دينية لها أعتبرها ولها مكانة كبيرة جدا فالتعامل بقى مع نظام حكم ديني راديكالي ديني أنت بتمثليه في مجال الفنون والثقافة هو حكم يكره الثقافة والفنون ضده ضده فأنت بتقوليه تحدي أساسا ده التحدي نظام الدولة تحدي لمؤسستها وبالفعل كانت سنة أنا مقدرش أقولك مريرة أحكي لنا عن صعوبة السنة دي طبعا دي السنة اللي حكم فيها للأسف الأخوة المصر مظبوط ما إيه صعوبة السنة دي بالنسبالك لا بمنتهى البساطة أنه في المكان ده مفروض أنه بيبث صورة لمصر الصورة الفنية وبتفخري بزخيرتك التراثية أيا كان بقى تراث فرعوني إبتي إسلامي يعني طبعا نصر زاخرة بكل تجليات الفنون فكنت أفاجأ بتوجيهات مثلا جاي من مصر أنه لازم أن إحنا مثلا يبقى عندنا تعبيرات إسلامية أو نشوف إزاي ممكن مثلا يبقى فيه تدريس للشريعة طب دي منصة فنية إزاي ممكن أعمل حاجة زي كده وبعدين بقى الضغط الآخر وكان معايا السفير عمر حلمي يبقى أذكره بكل خير الضغط كان بقى أنه يجب التخلص من هذه المنصة لأنه ملهاش لازمة كمان مبدئيا يعني شايفين أن دي ما هياش يعني أصل مصري في الخارج يستحق أنه هو يتحفظ عليه هما أعداء للفن والثقاف في كل حاجة بقولك في الأصل نفسه هو مش محتاجينه هما أعداء لمصر أصلا أعداء لمصر أصلا أعداء للفنون أعداء ودي أجمل حاجة لما تكوني حضرتك بتمثلي مصر في الغرب التباهي والتماهي دايماً بيكون عن طريق الفنون والحضارة والثقافة طبعاً دي القوى العامة يعني دي القوى الحقيقية لأي مجتمع لحد ما جينا في يونيا قبل 30 يونيا كان فيه المحفل الكبير بقى اللي هو يعني أكبر محفل فني في العالم اللي هو بينالي في نيسيا الدولي حصل الاعتصام بتاع وزارة الثقافة وتقفلت الوزارة ومبقاش فيه حد يدي توجيهات لأي حاجة ولقيت نفسي يا سهير لوحدي ولازم نفتح لأن الجناح ده موجود من سنة 1952 وما ينفعش ما يبقاش فيه أي تعبير عن الفن المصري يعني بس كان يعني من الحاجات اللي قلت هي يا صبت يا خابت يعني بس لازم يعني أن احنا نفتح ونتقدم بأحسن ما عندنا وفعلا كان يعني بتاع بيدي كانت من أكتر التحديات صعوبة بس الحمد لله بعدها جي 30 يونيا وكان يعني أحلى يوم في التاريخ الحمد لله الدبلوماسية صفة من صفات النساء يعني دايما يتقلن الستات بينجحوا أكتر في التمثيل الدبلوماسي لأنهم هم بيعملوها طول الوقت في التفاصيل اليومية بتاعتهم من خلال تجربتك بتشوفي ذا هي بسي هقولك حاجة الدبلوماسية هي فن معاملة الآخر وفن المسافات دراسة المسافات بينك وبين الآخر أي أن كان بقى الآخر ده مصري أو أجنبي أو في أي دولة الدبلوماسي بيمثل فيها الفكرة بقى أنه السيدات عندهم في عامل جميل جدا هم أوقات كتير جدا بيستخدموا وهي الأنوسة إحنا عادة لما بنتكلم في كلمة الأنوسة دي على طول مخينا بيروح للإغراءات والراجل وفي حين أن الأنوسة دي هي فطرة السيدة هي الطبيعية هي تحقق الزيت هي الروح هي كاريسمة الروح يعني السيدة لما تكون دبلوماسية وتروح مثلا أو تجلس على طاولة مفاوضات عندها محور أزيد أو هبة من الله ممكن نقول أنه أزيد من الله الحس الأنسوي بالمعنى الحلوة للكلمة مش بالمعنى السيء للكلمة تماما تماما وكان لهم بقى كبير جدا في تطور البشرية بشكل عام والغرب كتير جدا نستلهم منهم كل الشخصيات اللي بتشوفيها تم استلهمها من شخصيات شرقية فعشان كده دايما بقول إحنا يعني برضو عندنا ميزة كبيرة قوي إن عندنا الروح الشرقية دي وعندنا بصيرة وفي سيدات الشرقيات عندهم برضو مخزون يمكن استخدامه في المجتمع سواء كان في العمل الخارجي سواء في العمل الداخلي أو على مجال المجتمع والأسرة لأن دا مهم جدا مهم تعليم البنات إيه أهمية الأنسة دي والأنسة زي ما بتقولي مش بالمعنى الوحش لا بمعنى الفطري جمال الروح وما يتعلقش فقط بجمال الشكل زي ما هو للأسف معروف دلوح والعطاء والمرونة والاستعيب والاتزان والتوازن يعني حاجات كتيرة جدا أشكرك بقى على كلام دا لأن هي دي مهمة جدا عندما الأنسة مرتبطة بالعطاء بكرم القلب بكرم اليد بحلاوة الروح بكرم التفاوض طبعا والكلمة الحلوة والتصرف اللائق يعني حاجات كتيرة جدا ومنها بقى رد على سؤالك الأولين يم بتقولي السيدات أشتر أنا مش هقول أشتر بس هم عندهم أدوات تفاوض بتميزهم في أوقات كتيرة جدا لأن زكاء التفاوض أو إدارة فن إدارة المسافات بينها وبين الشخص اللي قدامها بتبقى أسهل لأن دي هي مؤهلة لها طبيعة خلقتها كده فدي بتبقى أسهل بالنسبة لها كتير جدا طيب حضرتك عندك تحفظ وأمنية في نفس الوقت تعالى تعليم التاريخ المصري في المناهج في مناهج التعليم المختلفة أنت شايفة نحن عايزين حاجة تناسب الحضارة المصرية إيه التحفظ وإيه التصور اللي عندك حضرتك بوسي سهيرة أنا هقولك حاجة الموضوع ده شغلني جدا في الوقت الحالي وقدمت كذا طلب إحاطة في الفترة الأخرانية لأنه ما ينفعش ببلد بحجم مصر وأنا أعرف كويس جدا التمثيل الخارجي لمصر وبالذات لما تتكلمي عن قوة ناعمة اللي أنا بحب جدا أسميها قوة ذكية لأنها قوة ضاربة وتضاهي في الوقت الحالي قوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة الأخرى للسياسات الدولية القوة الثقافية دي قوة مهمة جدا علشان توصلي للرجل أو سيدة يمثل مصر في الخارج لازم تأهليه والتأهيل بيبتدي من سنوات الدراسة متفقين على كده سنوات الدراسة دي بقى فيها مادة التاريخ اللي هي زخيرة اللي بيطلع بيها برا وفي مادة التاريخ دي مش ممكن نتناولها بالشكل خليني أستخدق كلاسيكي لأن مصر ما هيش دولة عادية هي دولة أكتر من عادية لأن هي سهمت بتاريخها في تشكيل البشرية والإنسانية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي وإحنا لنا الريادة فيها بلا جدال رغم كل اللي احنا نسمعها في الوقت الحالي بس مصر دولة لها الريادة في مجال الثقافي والفني والحضاري فكل ده لازم تنقليه للولاد الصغيرين غير إن الولاد الصغيرين بعندهم مشكلة التابلت والتكنولوجيا والحاجات دي فلازم تبدري سن التلقي تبدير سن التلقي ده يعني معناها البري سكول أو السنوات اللي هو مثلا من 3 ل 6 زمان كنا بنبتدي من 6 سنين لأ دلوقتي هقولك لأ من 3 سنين لازم إن أنا أبتدي أأهله ومش بالكتاب النمطي لأن خلاص الطفل أصبح يرفض ولا بالنسبة له ده يمثله شيء فلازم إن إحنا يكون عندنا ابتكار خاصة وإن أنت عندك الموقع الأسرية لو خدتي رحلة بأوتوبيس لحد هناك ويقعد في الموقع هو ممكن ما يستوعبش الحكاية بس ممكن يرسم ويتأثر بتفصيلة جمالية أنت يا كفيك ده إن هو يبقى يتملي شخصية المصرية بتاعته تكون بالشكل اللائق بالشكل تفاعلي مع الموقع التراثي أو الموقع الأسري أي إن كان بقى منارة جامع ممبر أيقونة مسيحية سكندرية مثلا فنار أي حاجة بحيث أن يحصل بينه وبين الواقع اللي هو عيش فيه تفاعل وهو بعد كده تفاعل معرفة كمان المشكلة أنهم ما يعرفوش أو بيعرفو حاجات غير دقيقة أو مشوهة لأنه هو بيختنيها من الإنترنت غير لما حضرتك يبقى عندك مدرس بيتناول التاريخ لو هنسميه التاريخ هو تأريخ بس يعني الحدوطة المصرية دي اللي فيها قيام جمالية وفيها حاجات كتيرة وتخليه أنه هو يبقى فخور بلافت ميش متعالي بس هو حسس بأمته وقيمة أجداده تربطيه يعني يجب ربط الحبل السوري بين طفل اليوم والكبير وده مهم جدا يعني فكرة الإحساس إن أنا نتاج هذي الحضارة العظيمة دي بتدي ثقة بالنفس بمش فكرة استعلاق دي ثقة بالنفس وبتدي حسيس وبتدي أهداف وبتدي حاجات كتيرة جدا لكن هل بقى المشروع ده قبل يعني في مجلس الشعب لما حقيقة قدمتيه بإيه يعني النتيجة إيه بوسي إحنا عندنا طبعا أدوات تشريعية بتاخد وقت في الوقت بس يعني يكفي إنه زي ما بيقولوا البذرة تحطت وهو موجود دلوقتي هياخد القنوات الشرعية الطبيعية الشرعية والتشريعية علشان يوصل للمواطن أتمنى في أقرب وقت ويتم مراجعة مناهج التاريخ وبالذات في سنوات التدريس الأولى لغرس الحب إحنا بنتكلم لسه في قيم الجمال أو الأنوسة يعني لو كنا بنتكلم كل ده مبني على المشاعر والحب هو لو حب تاريخه هيتغير حاجات كتير جدا وده رسلهم القيم الموجودة في البرديات المصرية يعني اللي هو ده فيه حاجة اللي هي لا تلوث نهر النيل كذا اللي هي ميساق أخلاقي حياتي لناس لا ده أنا عايز أقولك بقى إن ده الكلام ده الناس كتير ما تعرفوش أشكرك إن أنت قلت جئتي سيرات ده من الأسرة الخامسة يعني أنت بتكلمي في 25 قرن قبل الميلاد يعني بوستي الفترة الزمنية وكان فيه اللي هو تعاليم كانوا زمان بيسموها تعاليم أو نصائح وكان بيعملها زي إرشادات كده هو كيفية الأكل أنت متخيلة التفصيل إيه إزاي يأكل وإزاي يعد وإزاي عامل الجار وإزاي يحسن معاملة مراته وإزاي يحب وإزاي يبقى عنده إنسانيات طبعا عارف حاجات كتيرة جدا إحنا للأسف افتقدناها بس هي موجودة في تراصنا يعني يكفي مثلا لو في سنة دراسية مدارس التاريخ تعرض للإرشادات دي أو نصاح أو ميساق الأخلاق ده يكفي ده لأن يعني إذا كان من اسم أحد الكهنة المصريين أو آخر أين كان اسمهم بس ده جده ده أجددنا يعني جد الطالب فاللي هي وصلة الوصلة الإنسانية ما بينه وما بين تاريخه هي دي الحلقة المفقودة من الإنسان وحريك وصفتيه حلو اللي هو الحبل السري المصري ما يتقطعش بيننا وبين الحضارة المصرية العريقة بقيامها وبقوانينها الاجتماعية والإنسانية اللي إحنا ما نعرفهاش بس هي موجودة ونقدر نزرعها ونغرسها في الولاد من وهم الصغيرين بس سهير عندي حاجة عايزة أزودها بعد إذنك إنه علشان تدارسيها للولاد اللي هم مولودين بعد سنة 2000 طريقة التدريس مختلفة لأن تناولهم ومنصتهم العقلية مختلفة عنها فبتأيقلي إنه الكتاب حد ذاته برضو ما هواش الوسيلة المصلة في وسائل أخرى يجد دراستها في معامل بحسية عن كيفية إدراك الطفل ده أو عمل جسور حوار ما بيننا وما بيننا يعني حد ذلك مش بس المحتوى اللي لازم يعرفه لا الطريقة اللي يعرف بيها هذا المحتوى والكيفية طيب حد ذلك من النجاحات الكبيرة اللي حد ذلك عملتها وحديك عندك نجاحات مبهرة أن أنت رجعتي خمس قطع كانت موجودة في فرنسا خمس قطع أسرية رجعت لمصر بفضل مجهودك الكبير أنا بتحك لما بتقولي كده لأن يعني لو دكتور زاه حواس سمعنا هيعود يقول لي يميها كانت أولا هو عمل إدارة اسمها إدارة استرداد الأصار ما كانتش موجودة قبل كده وفي 2003 كان فيه إدارة برضو بالتوازي مع الإدارة دي اسمها إدارة المنظمات الدولية وده فعلا يعني كانت في عصر الدكتور زاهي وكم العمل الدولي سواء عمل دولي متعدد الأطراف أو سنائي أو ملفات استرداد أصار بتهالي كم الزخم اللي إحنا عشناه من 2003 ل2011 وهفتكر برضو أنا بكلمك غير الدكتور زاهي هفتكر دكتور علي ردوان وأستاذي وكان ممثل مصر في اليونسكو وكان مايسترو كبير في إدارة هذه الملفات وتعلمت منه كثير وهو فعلا كان برضو دكتور علي ردوان أحد أعمدة هذا الملف بتاع استرداد الأصار هي الأصار ما كانتش يعني كانوا خمس قطع ما كانوش كبار في حجمهم ولكن كانوا ذو أهمية كبيرة جدا واجتم خروجهم بشكل غير شرعي من أحد المقابر في الأصار دي يمكن عشان صلت عليها ضق إعلاميا لأنها تم تسليمهم على مستوى رئاسي كبير بس في الحقيقة أنه الملفات استرداد الأصار اللي مكملة طبعا لحد دلوقتي بس كم الزخم وكم المفهوم اللي لقى استحسان من القيادة السياسية أياميها كان مهم جدا بردو وكان يعني يحتسب من النجاحات اللي الكل من عمل في هذا الملف تخور بها طب هو نسبة كم من الأصار المصرية موجودة بره لم تسترد بعد بسي اسمحيلي أقولك اللي حضرتك قلتي ده مهم جدا بتهلي كم المصريين مشاهدين حضرتك هيعود يقولوا إيه عندها حق إحنا لازم نرجع الحاجات دي بس دي بقى أنا بقول إن دي قضية هتلاقي 50% هيرد على حضرتك حتى من المتخصصين هيقولك إيه هيقولك لا الحاجات دي كلها لازم ترجع وترجع لموطنها الأصري اللي هو مصر هتلاقي 50% يقولك لا ده ده سفير لمصر القطعة دي سفير لمصر في الخارج وطالما هما محافظين عليها خليها لو بتسأليني رأيي أنا في الموضوع ده في مواصيق وضوابط دولية بتحمي القطع الأثرية الموجودة التي خرجت قبل وجود هذه المواصيق يعني معناها إن أول مسلة مثلا على سبيل المثال خرجت من مصر خرجت في قرن الأول الميلادي فدي مش ممكن ترجعيها لأن ما كانش لسه أبرمت أي اتفاقية أو أي ميساق دولي أو أي حي والنوعية دي هي سفير لمصر فالنوعية دي نحتسبها زي المسالات اللي في روما مثلا اللي كلنا بندروحنا نباهر قدامها أو اللي في واشنطن دي أفضل دعاية لمصر دي أفضل دعاية لمصر ونوظفها سياحيا لجلب الاقتصاد أو يعني محور اقتصادي مهم بالنسبة لنا أما القطع اللي بعد المواصيق سواء بتاعت اليوناسكو أو اتفاقية لهاي اللي اتخذت من مصر بشكل غير شرعي لأ طبعا دي لازم ترجع لأ طبعا دي لازم ترجع لأنها اتخذت خلصة والحفائر بتاعتها خلصة ومصر لها حقها لأنها موطنها الأصري هي في مصر نيجي لمجلس الشعب مرة تانية وحاكي عدو اللجنة الخارجية في مجلس الشعب حاكي رفضتي أن أنت تعملي منح الدبطية القضائية للنقابات الفنية هو موقف ناس كتير تستحسنه جدا وتشوفه رائع وناس تبقى محتاجة تفهم ليه بوسي طبعا مواضيع ما هي دي مواضيع الأسهار ومواضيع الثقافة دايما بتبقى مواضيع رأي عام حساسة جدا لأنها تلاقي ناس تقولك لا طبعا لازم الدبطية القضائية كفاية تلوث سمعي وبصري ولازم نوقف الحاجات دي طبعا فيه إجراءات أنا معاكي وأنا مش ضد أن يبقى فيه إجراءات حازمة ضد حاجات بتطلب في الزوء العام ده أكيد بس في نفس الوقت القانون اللي اتعرض علينا اللي هو قانون 35 لسان 78 بتاع إنشاء نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والتشكيلية أنا معا إن يحصل إعادة نظر وإعادة تناول القوانين دي للنقابات طبعا وإن إحنا نمنحها برضو حريات معينة وأدوات تدر لها يعني مش منافع بس يعني على الأقل يبع عندها إن كم تعرف تتحرك في إطاره ممكن تعمل صندوق للمعاشات مثلا للفنانين فيه حاجات كتيرة جدا ممكن نساعدهم إن هم يعملوها ويحققوها للمصلحة العامة الضبطية القضائية أنا شفت بمنتهى البساطة يا سهيري إنها لا تليق بمصر يعني حكاية إن أنا أقول لا ما تعملش دا ولا ما تعملش دا حتى لو إحنا معناش أي شك فينا زاهة وانضباط النقيب أو الشخص الذي سيقوم بدور النقيب بس يعني السلطة مفسادة برضو يعني ما تدلوش حاجة غصبة عن النفس البشرية ممكن يكايل بمكالين فأنا دي اللي خوفتني مع الوقت وقلت إيه بتهايلي إنه ما فيش داعي يبقى عنده ضبطية قضائية حتى على المسمع هتبقى صعبة جدا لأنها ما ينفعش مع الفنون الفنون والإبداع هي الحرية وهو صغف الإبداع لا ينتهي ولكن يجب تنظيم العملية دي بأدوات أخرى ممكن تكون أدوات تتعرض علينا في مجلس الشعب وممكن تبقى أدوات داخلية في اللوائح التنفيذية مش لازم تروحي لأعلى طريقة أو يعني مطرقة القانون بالضبطية القضائية أنا معاكي تماما في هذا الاتجاه تماما لكن إزاي إيه التصور اللي ممكن يبقى عند حضرتك وتتبنوه في مجلس الشعب ويصبح واقع تنفيذي إن إحنا نوقف هذا القبح والتلوث السمعي والبصري اللي موجود في الشارع سواء في المعمار أو سواء في حاجات بيتقال عليها نديفا أنا رأيي الشخصي إنه فيه إجرائيين لازم يتعاملون فيه على المدى القصير لازم إجراءات حاسمة وحازمة لوقف هذا التدفق القبح الإجراءات دي بتبقى تنفيذية إنه لا ما يتعملش كذا واللي يغلط في داقة واللي يعمل تمثال قبيح وفيه عندنا في وزارة استقافة أجهزة كتيرة إحنا بنشوف كم تماسيل في منتال قبح وعدم السيمترية وكل حاجة موجودة في ميدين كتيرة أنا ما عرفش يعني دي بتحسن إزاي يعني إزاي وبنعتدى أو فيه ناس بتستطيعها وتشوف إن دا عادي أو إن دا جمال أصلا مش إن دا قبح حقيقي وعميق وأصيل يعني لا أنت عندك قصة القبح دي بقت مرعبة حتى يعني ما يعرف بالهوية البصرية ما بقاش فيه لهوية البصرية دي عندها بتعاني رغم إن أنا يعني عارفة إن فيه زمل من وزارة الثقافة بيكافحوا في الموضوع دا كفاح مرير يعني في كل المحافظات بس بتلاقي جايلك صورة كده تقطع الواتساب السوب هكده بصوا تمثال دا في شرم الشيخ بصوا تمثال دا في إينا في مدخل مع رشق دا على طول بس اللي عايزة أقولك عليه إنه على الشورت ترم ممكن أن أنت تعملي الجزاءات دي بحيث إن المحافظة ما يبقاش لها يعني هذا الانطلاق الجمالي من وجهة نظرهم يعني يا ريتي يرفعوا إيدهم شوي هذا الانطلاق بالضبط يرفعوا إيدهم شوي عن الحاجات الجمالية اللي هم شايفينها جميلة يعني وعلى المدى المتوسط والبعيد من رأيي أنا هرجعلك تاني لقصة تان شئة الأطفال لو حضرتك يعني كونت الطفل على الجمال لأنه الجمال دا جمال خلق وجمال تصرف وجمال رؤية وتزوق والتزوق الجمالي ونرجع في المدرسة مادة اسمها التزوق الجمالي أو التزوق الفني مع التاريخ يعني إحنا عندنا منظومة القيم والتاريخ والجمال لازم تؤخذ في الاعتبار في مسيرة التدريس للأطفال على بال ما هيطلع لحضرتك الجيل حارتك محتاجة 15 سنة فعندنا عن شورت ترن لازم الناس عن مدى قصير يبقى فيه إجراءات صارمة لوقف هذا السلم من القفح وعلى المدى المتوسط والبعيد لأنه دا اللي من نفسه أمره ما هيقبل أن يشوف حاجة وحشة لو لقى حاجة مرماية في الأرض حيلمها لو لقى حد بيشتم حق يعني كل دي منظومة واحدة طب من إحنا قدام حدوتة مصرية نسائية رائعة كده ومبهرة وعملت تحديات وإنجزات وهي كمان أم عندها تلات بنات أم البنات وزوجة نجحة الأمومة وإنجاح الزواج مع التدفق والعطاء في مجالات كتير يعني كتير جدا من ستات تشوف أن دي صيغة صعبة جدا تتعامل إزاي دي؟ بوسي هي صعبة طبعا هي صعبة ومحتاجة عملية تنظيمية بحثة عشان تبقى فيه ستات كده إزاي حضرتك؟ ناجحات في مجالات مختلفة وفي نفس الوقت زوجة وعندها وأم تعمل إيه؟ هقولك حاجة أولا الإرادة أن أنت تبقى عايزة تنجحي في عملك وفي نفس الوقت عندك إدراك أن أسرتك هي جزء من نجاحك وأن حضرتك أنك تخرجي للمجتمع منتج ناجح قصدي بتكلم على الأولاد دي مهمة رقم واحد دي مهمة رقم واحد تاليها مهمات العمل اللي هو المهني يعني تاني حاجة تنظيم الوقت ودي حاجة مش موجودة عند الناس كتير جدا فيه سيدات ما عندهمش إحكام الوقت اليوم في 24 ساعة لو حضرتك نظمتهم حيبقى فيه أوقات حتى للسيدة طبعا في السن الصغير بيبقى صعبة أكيد يعني أنا متخيلة بس مع مرور الوقت الساعة بتاعة السيدة نفسها بتكبر بحيث أن هي بتشمل البيت والعمل وبيبقى فيه زي نظام أو بالانس ما بين الاثنين التحديات كتير يفتكر أنه التحديات لما بتكتر في حتة بتيجي على التانية لا أنا مافتكرش التحديات موجودة عند أي حد واحدة عندها أولاد واحدة متجاوزة بس واحدة بتشتغل بس التحديات موجودة عند صح؟ يعني التحديات دي بتبقى موجودة بس هي بقى الفكرة في حاجة تانية أنه السيدة لازم أن هي من جواها يبقى عندها إيمان وإدراك بقيمتها وذاتها علشان تقدر تواجه التحديات دي كلها الثقة في النفس حاجة مهمة جدا الثقة في النفس مش غرور الثقة في النفس هي أن الشخص يبقى متحقق يبقى عارف وشايف هو عايز إيه وما يبقاش طموحه أكبر من إمكانياته يعني أنا في وقت من الأوقات اضطريت مثلا أتوقف علشان أولادي كانوا أولى بالوقت أكبرتم محتجا لهم وقت أكتر لما أولادي كبروا ودخلوا للجامعة ورحوا مجال العمل مثلا أنا أبتدت أدي شغلي أكتر فهي عملية تنظيمية فقه الأولويات أو ترتيب الأولويات فقه الأولويات وفن التعامل مع المجتمع لأن ما تنسيش أن أي سيدة بيبقى عليها تحدي البيت بس بيبقى عليها تحدي المجتمع تحدي المجتمع قاسي جدا على السيدات بتبقى دايما عايشة أن هي لازم تنجح ده وتنجح ده لأنها وفقت عايزة في معركة عايزة تثبت نفسها مش فشل لأنها نجحة هنا ونجحة هنا ونجحة هنا فبتبقى محتاجة مجهود مضاعف وبالتالي ثقة في النفس مضاعفة وبالتالي يعني كفاح مضاعف طول الوقت لما السيدة بتوصل لمناصب كبيرة أنا عايزة أقولك أن أنا لما ببقى بتفرج عليها يعني أيا كان منصبها ببقى حاسة بكم العناء وفي مشوارها الحياتي مش هقولك المهن يعني عشان توصل للمكان ده لأن الوصول للنجاح صعب جدا والحفاظ عليه أصعب وخاصة لما تكون زوجة وأم لأن بيبقى عندها مسئولية وعندها دايما الخوف من جواها إنها لو أخفقت في خطوة حتؤخذ عليها عكس الراجل الراجل لو أخفق هيقوله آه ما هو ما رهوش أو ستة قصرت فيه أو بيخلقوا له المجتمع نفسه بيخلق له مليون عزر وهتودان المرأة برضو وهتودان المرأة وهتودان المرأة عكس المرأة مين حيدان طبعا ما أنت سبتي بيتك وسبتي جوزك وأولادك ابنك عمل كذا أو بنتك عملت كذا عشان أنت ما تفرغت لهاش دايما المرأة في معادلة صعبة ولكن هي قادرة إنها تبقى حدوتة كده وأسطورة زي دكتورة جيهان بنشكرك نتمنى لك التوفيق وبجد نموذج رائع وعندنا نمازج رائعة من السيدات المصريات الرائعات في كل المجالات وكل الأمنيات الحلوة إن شاء الله وبعد الفاصل لسه حلقتنا مكملة عندنا موضوع مهم جدا انتظر التالي جرثومة المعيدة وأعراضها طرق الوقاية منها عند الشعور بآلام في البطن يصاحبها بعض الأعراض كالغثيان وارتفاع الحرارة فإن من الممكن أن يكون هذا ناتجا عن الإصابة بجرثومة المعيدة ويعني نصف سكان الكرة الأرضية تقريبا من التهاب جرثومة المعيدة وهي بكترية حلزونية الشكل تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعيدة وتسبب العديد من الأمراض بما في ذلك القرحة فهي من أشهر مسببات قرحة المعيدة ومشكلتها ويصاب الشخص بجرثومة المعيدة نتيجة تناول الطعام أو الماء الملوث وعدم غسل يدين جيدا ومشاركة تناول الطعام في الأواني مع شخص مصاب والإقامة في الأماكن غير النظيفة فمع أعراض جرثومة المعيدة ومضاعفات الإصابة بها وكيف يتم تشخيصها وما نصائح التعايش معها وكيف يمكن الوقاية منها بنجاة تحيي لكل مشاهدين جرثومة المعدة أو ما يعرف بالجرثومة الحلزونية هي جرثومة بتتسلل داخل المعدة وتستقر في خلايا غشاء المعدة بيسمى غشاء المعدة المخاطي وبعدها بتحصل التهابات في هذا الغشاء وممكن تدمر حاجات كتيرة جدا في المعدة ويعني أغلب المصرين للأسف بيعانوا منها فإيه هي الأمراض الشائعة والمنتشرة بشكل كبير بين الناس يمكن بنسبة تصل إلى 50% هل زي بتتم العدوى هل الوقاية ممكنة هل الشفاء منها ممكن إيه أثارها على الجهاز الهضمي وعلى الصحة العامة ده اللي هنعرفه من خلال مجموعة رائعة من علماء مصر وديوفنا اللي مشرفيننا النهاردة دكتور سامح فاخري أهلا بحضرتك دكتور أحمد نوير أهلا بحضرتك دكتور أهيبة سادرك أهلا بحضرتك دكتور سامح فيه إحساس كده عند الناس إن فيش حد في مصر ما عندوش الجرثمة الحالزونية لكن خلينا نرجع كده للتاريخ شوية إن ورا اكتشافها قصة لاتنين من الحلماء من استراليا وأخذوا جايزة نوبل بالاكتشاف ده إزاي تم اكتشافه؟ يعني هو لها القصة بتاعت اكتشاف الجرسومة الحزونية دي يعني يطلع منها بحاجات كتيرة جدا من القصة مش حاجات بس علمية حاجات علمية وحاجات غير علمية بداية الكلام كان في أواخر السبعينات وفي أول التمانينات فيه دكتور أستاذ علم الأنسجة اللي هو الباتولوجي بيبعطوله عينات من القرح فابتدى يشوف بكتيريا بس هو مش عارفها نوع البكتيريا دي إيه فابتدى يقول أن قرحة المعدة على عكس الشائع في الوقت ده أو حتى لحد دلوقتي أنه ليه علاقة بالضغوط الحياة والاسترس وليه علاقة باللايف ستايل ونمط الحياة ونمط المعيشة قالهم لأ دي مرض معطي فدي أول حاجة من القصة أنه هو خرج عن المألوف أو حاجة خير الصندوق بس بناء على ملحوظة شافها أن في بكتيريا موجودة قاله طيب لو أنت كلامك صحة حاول تعزل البكتيريا فابتدى يحاول يعزل البكتيريا دي سنوات طويلة أو وقت طويل أعتقد سنوات يعني وما أقدرش يعزل وكمان الجزء التاني من القصة ابتدى حد تاني يساعد دكتور وارين اسمه دكتور مارشل ودكتور مارشل ده كان متدرب في الوقت ده كان عمره في أواخر العشرينات وكان دكتور وارين في أواخر الأربعينات لحد ما في يوم بالصدفة كان أجازة الإيسترن أو شم النسيم فكان مفوض يبصوا على الاطباق اللي بيزرعوا منها هي مزرعة بياخد الحكاية دي ويعمل مزرعة عشان يشوف إذا كان فيه بكتيريا ويبتدي يعرف البكتيريا دي وخصائصها نسيوا يشوفوا الطابقة فاجون بعد خمس أيام لقوا البكتيريا فكان كل المشكلة أن هما محتاجين وقت أطول عشان تطلع المزرعة فبعد خمس أيام لقوا البكتيريا يعني انبسطوا جدا أن يطلع في حاجة في الاطباق الجزء الثالث من القصة أن هما عايزين كمية أكبر من البكتيريا دي طب يعملوا إيه؟ فأحد الاثنين اللي أخدوا جازة نابل ودكتور مارشل قرر أنه هو يشرب البكتيريا يشربها؟ أه علشان يصاب بالبكتيريا وشوف إذا كان فعلا البكتيريا بتعمل قرحة في الميدة والإثنى عشر وللأ وشربها فعلا شرب البكتيريا وبعدين اتعملوا فحوصات من ضمنها مناظير وخدوا عينات وابتدع لأنه كان عايز كمية أكتر من البكتيريا عشان يعمل عليها الحرس الكلام دا كان سنة 82 فسنة 82 ابتدوا دكتور مارشل ودكتور وارن اكتشفوا أن فيه بكتيريا الحاجة الثالثة من القصة اللي هي الصبر فضل الدكتور مارشل ودكتور وارن عارفين دا اكتشاف عظيم ومرض شائع من أكبر الأمراض الشائعة خدوا جازة نوبل سنة 2005 وما مكتشفينها من سنة 82 يعني حاجة بتتكلمي على بعد 23 سنة بدرجة حتى يوم ما بيبلغوهم بجازة نوبل كان فيه قصة لطيفة أن هم متعودين ليلة أعلان الجوائز في السويد يصهروا مع بعض في مكان كده متوقعين حتى يتكلموا لحد ما حصل أخيرا بعد 23 سنة واخدوا جازة نوبل في الطب بالمشاركة بالاتنين سنة 2005 يعني دي قصة عبره صحيحة الحقيقة يعني إزاي أن الأستاذ الكبير جاب متدرب معاه إزاي أنه أحد فيه مشاركة البكتيريا العالم عشان يخلي البكتيريا موجودة إزاي الصبر أنه يفضل يعني يصبر على الجائزة لمدة 23 سنة وهو عارف مدى همية الاكتشاف اللي اكتشفوا طيب حضرتك ويمكن كان أستاذنا الدكتور الله يرحمنا الدكتور مصطفى المنيلاوي يمكن أنتوا في مصر واتشفتوها أو يعني دخلتوها مصر ويمكن كان غلاف مجلة الأكتوبر كان صورة الدكتور مصطفى والحضرتك ده كان سنة كامل؟ ده كان سنة 92 92 كان إيه اللي حصل علشان أنتوا تبقوا على غلاف المجلة؟ بص حالك الدكتور مصطفى المنيلاوي والله يرحمه وأستاذي كان رائد من رواد التخصص ده كان له طبيب في مستشفى المعادي العسكري ومجرد ما ابتدى البكتيريا يعني أعلن عنها سنة 85 وقبل حكاية جائزة نابل وابتدى يتقال أن مرض القرحة المعدة أو قرحة الـ 12 هو مرض معلي وعلاجه بالمضادات الحيوية أكثر من علاجه بالحاجات اللي بتثبت الحامض زي السائد وإن كان ده جزء من العجل حد الوقت فمجرد من أواخر الثمانينات وأول التسعينات من أول ما ابتدى يبقى فيه فحص يتعامل للجرسومة وكان الفحص في الوقت ده بيتعامل عن طريق المنزار وأخذ عينة وبتتفحص بعد كده طلع فحص عن طريق التنفس وفحص عن طريق البراز وفيه فحص بالدم بس فحص الدم ملوش قيمة كبيرة لأنه ما بيفرقش بين العدوى القديمة والعدوى الحديثة يعني التحليل لو حد عمل تحليل للجرسومة تحليل دم ده مش حاجة أكيدة أنا كنت بكلم حكي على 92 سنة 92 كان الصورة حكي شفتها على الغلاف دي كان منزار بيتعامل بناخد عينة وبنفحصها للبكتيريا لكن الطرق الحديثة اللي هي التنفس وده فحص سهل في حاجة كتير أو في الجهاز الهضم بتاعمل بالتنفس دلوقتي أو فحص البراز أما فحص الدم هو بيبقى فحص الدم بيبين أجسام مضادة لكن لو واحد أصيب زي أي أجسام مضادة لو واحد خد حصبة أو واحد خد تطعيم بتاع أي مرض غالبا الأجسام المضادة دي بتبدأ موجودة طول العمر فبالتالي لو حد عنده أجسام مضادة بيبقى صعب التفرقة إذا كان دي إصابة قديمة لواحد خف منها أو إصابة حديثة فبقيت الطرق الشائعة في التشخيص المرض ومش أي حد أورده هيعمل منزار لأنه مش محتاج أن أعمل منزار لكل العيانين لكن لو أنا بعمل منزار لحد بعمله الفحص لكن غالبا في معظم الأطباء والمتخصصين وبيبحثوها إما عن طريق التنفس أو عن طريق تحليل البراز عينة من البراز طيب هو عن طريق الأكل يا دكتور نوير يعني بيكلمه في جزء مهم جداً وكبير جداً الجرسومة دي في الأكل طيب هي الفكرة كلها برضو الجرسومة ده كائن ضعيف جداً ممكن كلنا بنتعيد إياه إحنا كلنا في الأكل بناخده بتتعرضي له بس ليه بينتصر على حد وليه واحد بينتصر على الجرسومة يبقى إحنا لما نبص للموضوع لازم نقسم على حاجات الصحة العامة صحة المعدة وإيه الأكلات أو إيه الحاجات اللي هتخليكي تأفويد أو تحارب بيها الجرسومة بطريقة طبيعية طيب إيه الأكلات اللي تخلينا نحارب بشكل طبيعي؟ لا حاجات الحاجات زي الحلبة اللي هي إذا بتاعت الشام النسيم دي الحلبة الخضر؟ برعوم الحلبة البرعوم اللي هي بتنقعية طلع على الجدر بتاعتها ده وبرضه من الحاجات الكويسة جدا المستيكة يعني الناس اللي بيجي لهم أدوار البكتيرية الحزنية متكررة عادة بتتعالج وبعد ممكن ترجع وبعد ممكن تتعالج وبعد ممكن تتعالج وبعد ترجع يعني ياخدوا المستيكة إزاي؟ ياخدوا المستيكة مدغوها المستيكة بتاعت الأكل دي من الحاجات اللي بتقل هي مش علاج بس بتقلل من العرضة لتكرار المرض تاني بالزبط زي البرعوم البروكلي وبراعم الحلبة الحاجات دي بتبريفنت أو بتحسن من مناعة المعدة في مواجهة جرسومة المعدة طب المستيكة دي مثلا كم مرة يعني بتتخذ كم مرة ممكن تتعالجها مرتين يعني ممكن مرتين في اليوم الليوم حبيت الصغيرة دي بناخدها مرتين في اليوم مثلا على مدى فترة دي؟ لا ما بتقصدي حاجات الحاجات دي مش زي الأدوية الأدوية بالنسبة لنا احنا بنتكلم في الدواء انك مثلا أنت بقاطك بتاخدية فترة معينة العلاج بتاع مضات الحمو دي بناخده فترة معينة ونبطل إنما بالنسبة للمستيكة مثلا دي حاجة ممكن تاخدية مش هتضرلك لو ختيها كتير بالنسبة برضو للبرعوم بتاعت البكري والبرعوم بتاعت الحلبة دي من الأكلات اللي بتحسن المناعة بذات مناعة المعتنة فالحاجات دي كلها لما تبقى في الحبث بتاعتنا بتبقى في العادات بتاعتنا هتخليلك تقلل من عرضتك للإصابة لأن العادة للإصابة متكررة لأنك أنت مش هتعرف يتحدديها زي ما الستاتيستيكس أو الحسابات بتقول إن فيه 50-70% من ناس مصابة بالبكتيريا الحلزونية بس مش شرط تكون أكتف مش شرط تكون نشطة فتسبب المرض يعني هي ممكن تكون عندنا بس خاملة إيه الأطعمة اللي بتنشطها؟ يعني حداك قلت الأطعمة اللي بتدافع أو بتعمل حماية إيه الأطعمة اللي ممكن تنشط مش هنقول الأطعمة اللي بتنشطها أدي ما هنقول على اللايفستايل اللي بنشطها طيب النظام الحياة نظام الحياة هي عشان كده كان في الأول كنا منعتقد أن سبب قرحة المعدة أو التهابة المعدة نتيجة الاسترس فهو اللي بيسبب الالتهابات إنما الفكرة كلها أن الاسترس والحياة اللي مش سليمة بتؤدي لنشاط البكتيريا الحلزونية وده مع أي حال يعني هتلاقي البكتيريا دي نشطة جدا في الناس المعرضة للسترس للناس اللي مش بتنم كويس للناس اللي مش عبرياضة الناس اللي بتاعها كله مش صحي السجاير من الحاجات برضو اللي بتخليها تنشط بالنسبة لصحة المعدة الحاجات اللي فيها الأستز العالية أوكي زي القهوة زي العصاير الحمضية دي ممكن تنشطها جدا تخليها بالذات لو هي أكتف ولو هي موجودة عندي وأكتف لما بشرب لبن عكس من الناس بتخيلها ما حد بيجي له حمودة بيشرب لبن كتير عشان يقلل من الشعور بالحمودة بس للأسف إحنا لما يبقى عندنا البكتيريا الحلزونية ونشرب اللبن ده بيخليها تنشط عشان ده بيخليها بيئة بتساعدها إن هي تكتر أكتر يبقى هنا اللبن لا يفضل لو أنت عندك الجرسومة والله الموضوع ده is very debatable يعني فيه خلاف كتير بس فكرة الألبان أثناء الحمودة لو فيه بكتيريا حلزونية ده حينشطها وعلى اللونج ترم حيتعبها أكتر طيب دكتورة هيبة إيه علاقة الجرسومة دي بالسكر وبالغدد؟ هي الحقيقة الجرسومة يعني دايما لو حد عنده غدد أو سكر ويقولك طب انت طلعت مزبوط لا طب اعمل تحليل الجرسومة بصي حررتك هو الجرسومة ليها يعني بالإضافة لمشاكل المعدة زي ما الدكتور تفضل وقال إنما هي لي حاجة اسمها extra gastric يعني حاجات خارج الجهاز الهضم هي الحقيقة حاجات كتيرة جدا لكن الفكرة احنا بنتكلم في حاجة اسمها evidence based medicine يعني evidence based يعني حاجة تم تطبيقها أو أبحاث أظهرت على wide scale يعني لازم الدراسات تكون معمولة على عدد كبير عشان نقدر نوصل لحاجة في الآخر إنه فعلا الجرسومة تؤدي إلى المرض الفلين فهي الأمراض اللي بتؤدي لها خارج الجهاز الهضمي محدودة شوية على رأسها يعني بعض الأمراض في الصفاقح الدموية دي حاجة فيها لينك بيها جامد بعض الأمراض الجلدية بالزيت الحاجات اللي هي فيها زي حواصلات كده في الجلد وبعض الأمراض العصبية دول اللي ليهم لينك قوي وثابت من الدراسات وبرضو فيتامين بي 12 بي إيه اللي معاها يعني دي حاجات وردت في الدراسات كتير وأثبتت والمفروض فعلا تتحلل البكتيريا في المرضى اللي بيعينوا مثلا من هذه الأمراض فتلاقي دكتور الجلدية كتير بيحلل الحلزونية دكتور الأعصاب بيحلل الحلزونية دكتور أمراض الدم لو المريض عنده نقص في الصفاقح الدموية السكر الحقيقة فيه يعني فيه دراسات ثبتت كده وفيه دراسات عكسية يعني فيه دراسات كتير قوي أجريت في الصين بالزيت لقوا إنه مرضى السكر لما يعني البكتيريا عندهم بتبقى متفاقمة نوعا ما وليها علاقة بالسكر يعني بتزيد نسبة حصولها في مرضى السكر إحنا برضو ما نوهناش عن نقطة مهمة اللي هي إن هي بتيجي مع أي كنتامينيشن زي أي بكتيريا يعني لو الأكل مش مخصول كويس بالزيت الحاجات الفرش يعني سلطة كلام خضروات كده مش مخصول جيد ده حينقلها أو ميا ملوثة ده حينقلها فطبعا مريد السكر احتمال ده السبب إنه مريد السكر أصلا مناعته قليلة فممكن يكون ده السبب إنه هو بيصاب وارد لكن في نفس الوقت فيه دراسات كتير ضد ده تماما وملقوش أي علاقة بين البكتيريا وبين السكر فما قدروش يوصلوا الكونكلوجين إنه فعلا مريد السكر لازم يحلل البكتيريا الحلزونية حتى التوسيط العالمية ما قلتش هذا الكلام مطلقا لكن ليها بقى علاقة شوية بالهوة الكبد الدهني إلى حد ما لكن برضو لا تصل إلى التوسيط فهي الحاجات اللي بنعمل فيها الأمراض المشهورة اللي بنعمل فيها الحلزونية اللي أنا قلنهم بتوع الجلدية وبتوع العصاب والصفائح الدموية لكن غير كده لأ مش مطلوب مريد السكر يحلل إلا لو فيه أعراض تابعة الجهاز الهضمي فيه اشتباه في قرحة أو حاجات تابعة الجهاز الهضمي واضحة وصريحة تخلينا نحلل البكتيريا المريدة طب الدكتور سامح هي إيه أعراضها؟ يعني أعرف إزاي أن أنا مشتبه أن يكون عندي الجرسومة دي طيب خلينا أحكي أول مشكلة زي ما قلت الدكتور هيبقى إيه المشكلة في رابط علاقة؟ وده اللي على فاكرة ده اللي آخر فوزهم بجازة نوبل السنين دي إنه بتكلم على بكتيريا شائعة زي ما تقال في التقرير نص العالم عندهم طب نتكلم على مصر أرقام أكتر من الخمسين في المية متوصل لستين وسبعين في بعض الدراسات فدي حاجة شائعة لكن كمان فيه أمراض تاني شائعة السكر شائعة أمراض القلب شائعة الكبد الدهني شائعة فلازم لما ألاقي حاجتين شائعتين لازم ألاقي علاقة السببية إيه اللي مسبب؟ وده الصعوبة اللي هي فيها لكن لو أسمنا عشان أجاب على سؤال حاجة فيه حاجتين فيه حاجات الجهاز الهضمي فيه حاجات خارج الجهاز الهضمي زي ما قالت الدكتور هيدا الحاجات الجهاز الهضمي أي حاجة تعمل عسر الهضمي عسر الهضمي دي كلمة عامة لكن عليها بإحساس بالراحة بعدم الراحة في أعلى البط إحساس بالغسيان أحيانا إحساس بالقيق على فكرة الحرارة مش أحد الأعراض بتاعة الجرسومة الحرزنية البكتيريا مش أحد الأعراض فبالتالي الأعراض دي بتنطبق مع حاجات تتاني كتير خالص حاجات غير متخصصة لكن علشان هي شائعة وعلشان لو ما فيش حاجة تانية تسبب هذه الأعراض يعني ممكن الأعراض اللي قلنا الحاجة على دي اللي هي الأعراض العامة دي ممكن تكون أحيانا في تضايقل بينها وبين أعراض تاني زي القولون العصر زي حاجات ليه علاقة بالمرارة زي أنواع معينة من الأكلات وإحنا يعني بالأكل بنلخبط كتير في الأكل ونوعية الأكل فبالتالي مفيش أعراض أقدر أحط إيدي عليها أو العيان ده مشتبه لكن هو جزء لو نتكلم بطريقة علمية لأنه برضو إحنا مش عايزين نعمل رسالة في البرامج للناس الرسالة إنه عشان حاجة شائعة فكل واحد عنده حاجة معينة يروح يحلل عشان يطلع عنده البكتيريا الحلزونية لأن علاقة السببية دي لم تثبت إلا في حاجات معينة بالنسبة للحاجات اللي في الجهاز الهضمي ثبتت مع قرحة المعدة ثبت مع قرحة الأسنى عشر ثبت مع بعض أورام المعدة ثبتت مع بعض أورام المعدة يعني لو حاجة عنده حاجة من الثلاثة دول ممكن يبقى فيه جلسومة معدة؟ ده مية في المية أي حاجة عنده قرحة المعدة لأنه لو وديته علاج القرحة والبكتيريا موجودة هياخد علاج القرحة وبعد شوية السبب الرئيسي هو البكتيريا هترجع تعمل قرحة تاني نحن بنقولش أن السبب الوحيد هو القرحة هو البكتيريا لأن فيه أسباب تانية فيه أسباب الأدوية بعض الأدوية المسكنات بأنوحة كتير ومسكنات والأسبرين وفيه أدوية تانية وفيه لازال الحاجات دي موجودة لكن على المطلق لازم لو البكتيريا نعالجها نعالجها لسببين أولا علشان بتمنع ارتجاع المرض والسبب الرئيسي التاني أن المصدام صحة العالمية بتفصل البكتيريا أو بتوصف البكتيريا كارسينجون تايب 1 يعني حاجة من الحاجات المسارتينة اللي قد تسبب الأوراق نسبة ضئيلة جدا علشان ما نعملش الهلع للناس نسبة ضئيلة جدا لكن في الآخر أنا لما بعالج البكتيريا بعالج الالتهابات بتاعة المعدة بمنع الارتجاع أنها تسبب تاني وفي نفس الوقت بنأدي على حاجة قد تكون حتى لو في نسبة ضئيلة جدا مسارتينة بقيد الحاجات اللي خارج الجهاز الهضمي دكتور هيب قالت على شوية حاجات زي الجلدية زي الأعصاب زي الأمراض الشرايين زي الكبد الدهني زي حاجات اللي علاقة بجهاز المناعة زي حاجات الليها بأمراض الدم لكن لا يوصى الانطباع هو انطباع علميا لا يوصى بالفحص إلا في الحاجات اللي قد تها الدكتور هيب الناس اللي عندهم نقص حديد الناس اللي عندهم صفايح الدموية قليلة في بعض الأمراض الجلدية لكن مش هاجه حلل وعالج البكتيريا لكل الناس اللي عندهم سكر لأنه في الآخر السكر شائع والبكتيريا شائعة ولم يثبت علمياً وجود العلاقة السببية بين الاثنين لكن اللي عنده حاجة مباشرة وثبت علمياً إن فيه علاقة السببية زي المعدة وزي الحاجات اللي أنا قلتها اللي الأنمية والنقص الصفايح ونقص فيتامين بي 12 ده لازم يتعمل له الفحص ولو كانت موجودة يتعالج بمناسبة نقص فيتامين بي 12 بتقال يا دكتور نوير إن لو فيه جرسومة المعدة يبتمنع امتصاص الحديد والزينك وبايتامين بيت نورشف ده موقعه إيه من الإعراب العلمي ونعمل إيه بس هستسمحكم نطلع فاصل ونرجع نكمل الحوار وبنجد تحية لكل مشاهدين بنتكلم عن جرسومة المعدة المرض العالمي ويمكن في مصر الناس كلها حسة إن ممكن يكون عندهم المشكلة دي أو إن هما مشروع جرسومة المعدة لأن عاراتها متشابهة مع حاجات كتيرة جدا ودكتور سامح قال قبل الفاصل إن التحليل عن طريق الدم مش هو التحليل الأضاق إن فيه أشياء أخرى هي الدقيقة لدكتور نوير هل إن أنا عندي الجرسومة الحلزونية ده بيمنع امتصاص الحديد الزينك وفيتامين بي وأتحامل إزاي عشان هو بيمنع الامتصاص ده أو بتمنع الامتصاص ده وما تقدريش تقول إنه بيمنع الامتصاص قد ما هي بتسبب نوع من أنواع النزيف اللي هو غير مرئي مش الكميات مش نزيف دم دمه بس يبقى زي الالتهابات الالتهاب بتقدي إلى فخضان كرات الدم الحمراء وبالتالي ده بيعمل نوع من أنواع الأنيميا فقدان الحديد اللي أنا بأكله وبرضه معاه فيتامين بي 12 والزينك برضه حاجة النقطة التانية اللي أنا عايز أشير لها في الموضوع ده سوء استخدام مضادات الحمودة إحنا عندنا برضه بنسيء استخدام مضادات الحمودة إحنا على طول بنسيء في المضادات وعلى طول بناخدها في طول الوقت وممكن الناس تقول لها بالسنين بتاخدها معايا يعني ده غلط؟ ده غلط لأنه بيقلل أولا بيقلل المناعة بتاعت المعدة تاني حاجة بيقلل امتصاص بـ 12 والحديد والزينك تاعة اللي هو العلاج نفسه على المدى الطويل لما بسرح معاه وبفضل أخده هو بيقلل المناعة الطبيعية بتاعت جسمي وفي نفس الوقت بيقلل امتصاص سوء استخدام الأنتيباطكس يعني سوء استخدام المضادات الحيوية من المسببات إن البكتيريا بتنشط الجهاز المناعي بتاعي الجهاز المناعي فيه الجهاز كعمة وفيه الجهاز المناعي فيه الجهاز الهضمي بتاعي فيه المايكروبيومز اللي هي البكتيريا الصالحة بتاعتي البكتيريا اللي بتدافع عني مع لما بستخدم سوء استخدام الأنتيباطكس بالذات عندنا هنا كل واحد بيجي له دور بلد ياخد أنتيباطكس يجي له أي حاجة يعيد ويكرر فيه فبالتالي بتقلل البكتيريا النفعة والبكتيريا النفعة دي من الحاجات اللي بتوقيني من البكتيريا الحلزونية تنشط زي ما الدكتور كان بيقول احنا الريتس عندنا هنا من 50% ل70% الإصابة بس مش معنى أن أنا مصاب بالبكتيريا الحلزونية إن هي أكتف يعني برضو لما جهاء الاختبار بتاع النفس اللي هو بيحدد البكتيريا الحلزونية ميستو إنه بيحدد هي أكتف ولا مش أكتف هي نشطة ولا مش نشطة يعني هي ممكن تكون موجودة عندي بس الجهاز المناعي بيصدها فدايما نهتم بالوقاية نهتم لأن زي ما الريتس دي كلها احنا مش هنعمل مناظير للأعداد دي كلها مش هنروح نحلل كل الأعداد دي كلها بالزبط إن السيمتمس أو الأعراض بتاعتها متشعبة جدا طيب ما أن الأول عالك الأسباب أو بطريقة بسيطة أحسن من جهاز المناعي والله لو لسه الأعراض مستمرة ولسه موجودة عندي أبتدي بقى أدور وراها إيه اللي مخليها نشطة أبتدي أعالكها بطريقة شاملة إنما زي ما بقول حالتك فكرة أنتيبوتكس كتير فكرة مضادات الحمودة وتضر أكتر من البكتيريا أنا من رأيي تضر أكتر من البكتيريا نفسها اللي موجودة ممكن تكون بطريقة بس مش أكتر طيب دكتور هبة ممكن مقاومة الإنسولين شغل ناس كتير جدا يعني إيه الأسباب يعني إيه الأسباب وإيه ونعاله زي تمام هو مقاومة الإنسولين حاجة معروفة جدا من زمان وهي يعني السبب في الإصابة أو أحد أسباب الإصابة بالنوع التاني من السكر مقاومة الإنسولين إنه هو الإنسولين ده هو الهرمون المسؤول عن دخول السكر لكل خلية عشان تاخد الطاقة بتاعتها لما الإنسولين يكون موجود ومش بيشتغل الخلية دايما بتحس ببساطة كده أن هي جعينة مش وحدة الطاقة بتاعتها فيبتدي الشخص عايز يأكل ويأكل أكتر يؤدي للسمنة ويزيد مستوى الإنسولين الإنسولين في الجسم ده حاجة بتخلينا بنجوع أكتر بنأكل أكتر ويفضل السكر بيهبط مننا أو بنحس عراط وبوط السكر فهي زي فيشة السيركل لما بتحصل مقاومة الإنسولين بتكون على مستوى خلاية كتيرة جدا على مستوى الكبد وعلى مستوى دهون الدم وعلى مستوى العضلات فكل الحاجات دي مش بتاخد الطاقة الكافية بتاعتها ونبتدي بقى نخش في السمنة بالتالي تطلع مواد ضر أصلا مع السمنة الحقيقة العلاقة بين السمنة ومقاومة الإنسولين معقدة جدا يعني في أبحاث بتقول هو الموضوع بيبتدي مقاومة الإنسولين تؤدي للسمنة أو العكس لأن الاتنين مقاومة الإنسولين والسمنة بتطلع معاهم مواد ضر معينة هي دي اللي بتؤدي بعد كده لمضاعفات السكر والالتهابات اللي بتحصل مع السكر وأمراض الشرعيين وبالتالي حدوث السكر نفسه مقاومة الإنسولين للأسف احنا الوقت برضو لو بنقوح عن التحليل اللي بتتحلل بتتحلل بطريقة وهمية يعني مثلا مريض عنده السكر خلاص نوع تاني من السكر مفيش أي داعي إن هو يكون بيحلل مقاومة الإنسولين لأن ده قريدي السبب في حدوث السكر فمفيش داعي يحدد يحلل مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين بتكون عالية مع أي حد عنده سمنة فبرضو هي بتتحلل الزيادة عن اللزوم بطريقة احنا مش محتاجينها والحقيقة هي مش هتفيد الدكتور في القرار يعني هو بيبقى واضح الشخص ده إنه عنده مقاومة الإنسولين فيه أنواع من مقاومة الإنسولين بتيجي في سن صغير بيكون مصاحبها تكيوسات في المبيض بيصاحبها صورة مشهورة كده في الرقبة اسمها وتحت القبط اللي هو الجلد غمق شوية دي تكوين كده على بعضه سندروم ممكن يجي لهم سكر وممكن لأ وبتحصل غالبا في بنات في السن الصغير العشرينيات وكده يصاحبها خلل في الدورة وأهم علاج لها هو فقدان الوزن وعلاج بالميت فورمن حتى لو هي اللي هو الدول المعروف لمرضى السكر الميت فورمن حتى لو هي لا تعاني من السكر فده مقاومة الإنسولين في السن الصغير مقاومة الإنسولين في السن الكبير هي حلها أن احنا نفقد الوزن ونبتدي نعرف فيه سكر ما فيه سكر هنعلجه فيه خلل في دهون الدم هنعلجه لأنها للأسف ما بيجيش كده حاجة الوحدة مقاومة الإنسولين بيبقى الشخص ده حاجة اسمها متابوليك سندروم عنده خلل في كولسترول الدم عنده سمنة محيطة للوسط ليه مقاسات معينة عنده خلل في ضغط الدم عنده دهون عكبد ارتفاع في اليوريك أسد فهو سندروم على بعض ولازم يتم علاج الحاجات دي كلها مع فقدان الوزن دي أهم نقطة دكتور سامح فيه بهاية أنديل عندنا على صفحة الستات بتقول هل جرسومة المعدة مرض مزمن ولا لا يعني بينتهي بالعلاج وتأكد منه وتأكد منه فبيحصل شفاء تام ولا بيرجع تام هو أرجع للنقطة اللي قالها الدكتور أحمد على حكاية هو علاج البكتيري الحزنية بمضادات حيوية غالباً احنا عندنا خط أول وخط تاني وخط تالت وهكذا ودي مشكلة في مصر كبيرة جدا اقول لها حضرتك ليه فدايماً فيه اتنين مضاد حيوي مع داوة تالت التلات أدوية دول بنسمى العلاج السلاسي ده الخط الأول وفيه العلاج الرباعي بيتاخد الفترة حوالي إسبايا بعد كده المفروض الشفاء بيبقى في نسبة عالية جدا لكن رجعتنا مؤخراً مشكلة عالمية وأكتر في مصر هي مشكلة المقاومة للمضادات الحيوية يعني البكتيريا محتاجة بتقاوم المضاد اللي هو المفروض تبقى هي حساسة ليه وده نتيجة لسوء استخدام المضادات الحيوية للأسف في مصر أي حد ممكن يروح استعدالية يجيب مضادات حيوية من غير وصفة طبية يعني استخدام أو يعني استخدام المضاد الحيوي بشكل سيء أو بشكل مستمر أو بدون استشار الطبيب ده ليه مردود وعلى الصحة وعلى مقاومة الأمراض الثانية فده كارثة ده 100% فبالتالي أحيانا ما بياخدش المضاد الحيوي الصح أو ياخدوا ياخدوا الصح بس مش بالجرعة المزبوطة أو ياخدوا الجرعة المزبوطة بس مش للفترة المزبوطة أو ياخدوا الأمراض فيروسية الفيروسات ما لاش علاقة بالمضادات الحيوية خاصة فبالتالي بقى هصبح فيه مقاومة دي حاجة عالمية بس احنا في مصر بنعاني منها بطريقة أزيد من كده ولازال بننادي بالاستخدام المرشد للمضادات الحيوية وده محتاجة توعية من الأطباء للأطباء والصيادلة وكمان قد تكون محتاجة بفوقت من الأوقات لتشريع تحرك لو أنت مسافر أي بلد أوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية ما تدريش تاخدي مضاد حيوي إطلاق كويس من غير وصفة طبية لكن لو واحد استجاب طبعا احنا بعد ما بندي العلاج بنستنى فترة معينة في حاجات معينة جايدلاينز مؤشرات معينة بنعملها وبعدين بنعيد للتحليل تاني بذبت أن تحليل التنفس أو البراز لحد ما نتأكد أنها راحت وكده ما بأجر حاجة اسمها حاجة مرض مزمانة الواحد بيخف منها بس في حاجة مهمة تاني واحد ممكن يفف وترجع العدوى تاني عشان كده ده يأتي هنا دور الوقاية عشان أنا مش منتبه يعني باكل صلطة باكل أدوية صح؟ يعني العدوى في الأساس بتيجي الحاجات قد تكون لها حاجة الوقاية لكن العدوى بتيجي عن تناول البكتيريا عن طريق أكل أو شرب ملوث بالبكتيريا بالذات بتبقى طبعا العدوى بتبقى أكتر في بعض الناس عن بعض الناس لأسباب كتيرة فالشفاء بيحصل لكن إعادة العدوى ممكن تحصل زي نحن بناخد أمفلوانزة نخف منها وبعد الشهر ناخد أمفلوانزة تاني فالنقطة يمكن المهمة جدا اللي عايز أقولها من الحكاية دي حيث المدودات الحيوية والاستخدام غير مرشد للمدودات الحيوية اللي مردود سيء مش بس في البكتيريا الحرزونية في البكتيريا الحرزونية وبقية الأمراض وعلى فكرها منظم صحة العالمية عملة يعني اهتمام كبير جدا بالقصة اللي هي مقاومة المدودات الحيوية للأمراض البكتيرية استخدامي سيء لمدودات الحيوية كارثة صحية طب دكتور أحمد فيه عندنا وفاء عالي بتقول طب ايه الحل في الحمودة اللي محدش يقدر على النار اللي بتبقى في الصدر يا ريت تقولون ايه الحل طيب هي الفكرة كلها الاول نبتدي بيها ان احنا نقلل الحاجات اللي بتسبب الحمودة لو احنا نتكلم الحمودة خارجة عن البكتيريا الحلزونية الاسباب بتاعتها او الحاجة لما باخد كمية قهوة وشاي كمية على معدى فاضية دي من المسببات الاساسية العصائر عمال على بطال برضو من غير سبب كمية فترات طويلة اللي من غير اكل برضو بتعمل كده لما بستخد بكونشوم كمية قلبان كبيرة عكسي من الناس متخيلة ان اللبن بيهديها انما الكتر بياخد اللمت ده بيعمل زي فرمنتيشن او تخمر في المعدة ده بيتعب اكتر الرياضة من الحاجات اللي هتساعد جدا جدا في النهية تقلل الحمودة النوم الكويس لما حنام كويس الحمودة هتقل وطبعا لما هتحكم في وزني وطبيعة الاكل بتاعتي اكيد الحمودة هتقل لما هتبدأ عن الدهوم المسببك والمقلي ده الحمودة هتقل بس برضو هي الحمودة مش مجرد ان فيه زيادة حمودة ممكن يكون فيه ارتجاع في المريء وارتجاع المريء ده برضو ممكن يكون حاجة تانية ارتجاع المريء هو الصمام بين يعني الحمودة حاجة وارتجاع المريء حاجة تانية لا مش حمودة الحمودة ممكن البكتير الحزيزونية تسبب زيادة في الحمودة ارتجاع المريء بيبقى فيه خلل في الصمام اللي بين المريء والمعدة بدل ما فيه ليك بيحصل فيه تليك فبالتالي الحموضة بتطلع فده بيديك الشعور بالحموضة العالية في سيدينين المريء المفروض قلوي فلما بيتعرض للحموضة ده ده اللي بيدي الشعور بالقلم فلازم برضو دي من الحاجات اللي تتشخص يعني هي الفكرة برضو احنا مش عايزين نقول كلام عام زيادة عن اللزوم ان احنا نقول حموضة وخلاص ونبتدي نعالج كل الناس زي بعضها ان كل حاجة لازم تتشخص هل دي حموضة سبب فيه ارتجاع في المريء ولا نتيجة لزيادة الحموضة فعلا في المعداء او نتيجة لوجود البكتيري الحلزونية فالكلام المشكلة عندنا ان احنا بناخد الموضوع بصورة عامة زيادة عن اللزوم لازم الاول نتشخص وبعد التشخيص نبتدي نحدد العلاج المناسب لكل حاجة يعني عكس ما الناس متخيلة ارتجاع المريء مثلا ده بيبقى ناتج عن قلة الحموضة السفنكتر اللي هو الصمام ده اللي بيخليه يقفل الحموضة بتاعة المعدة نتيجة قلة الحموضة في المعدة السفنكتر او الصمام ده مش بيقفل كويس فبالتالي بيحصل ليكتش فده ساعات ساعات ناس بتقولك الناس اللي ما عندهاش لتهاب في المعدة الناس اللي ما عندهاش لتهاب في المعدة ممكن لو خدت الحاجة فيها حمدة عالي هي اللي بتخلي بتعالج ارتجاع المريء ده بس ينفعش أقول لحضرتك خدي الحاجة اللي فيها الحمدة عالي وفي نفس الوقت أنا عندي التهاب في المعدة وده حيبوز الالتهاب في المعدة فلازم أهم حاجة نعرف السبب يعني آفي حموضة سبب الحموضة دي ايه وبعدين ناخد الخطوات العلاجية اللي بنعملها بعد كده تمام السبب سبب حيلي بس عشان ناخد النقطة دي مهمة جدا عشان يعني المقصود رسالة تروح دقيقة جدا لسه ده المشاهدين حموضة المعدة معناها ارتجاع الحمض من المعدة المريء ده موضوع غير اللي بنكلم غير البكتيري الحلزونية البكتيري الحلزونية علاقتها الأساسا بالتهاب المعدة وقرحة المعدة وقرحة الاسن عشر اللي هي بتبقى الشكوى بتاعية القرحة أو الالتهابات ألم لكن الحموضة اللي الأستاذة كان بيسق عليها ده نتيجة الارتجاع زي ما قال الدكتور أحمد ودي لها أسباب كتيرة جدا وفي ناس والدراسات معظم الدراسات بتقول ان ما فيش علاقة من البكتيري الحلزونية والحموضة لكن العلاقة لالبيكتيري الحلزونية أو الارتجاع علاقة البكتيري الحلزونية موجودة بالتهابات المعدة أو الاسن عشر أو بقية الحاجات اللي اتكلمنا عليها كلها فدي نقطة مهمة عشان كمان لما نكلم على حاجة في فرق بين العرض والمرض يعني الحمودة دي عرض زي الصدع أنا عندي صدع ممكن نكيد ضغط عالي عندي مشكلة في الرقبة عندي مشكلة بطنية فنفس الكلام الحمودة زي ما قالت أحمد ممكن نبقى لها أسباب لكن الحمودة تعني ارتجاع ودي في معظم الأوقات ما لهاش علاقة بالبكتيريا الحلازونية النقطة الثانية حكاية اللبن غير النقطة اللي قالها الدكتور أحمد كلنا بناخد لبن لأن اللبن قلوي وأنا عندي حامض في المريء فالحمض بيعادل قلوي فالحمودة تروح لكن مشكلة اللبن أنه فيه كالسيوم الكالسيوم بيساعد بيزود إفراز الحمود فدايما اللي بيشرب اللبن بيلاقي بعد شوية بعد ساعة أو ساعتين الكالسيوم ده بيتسبب أن المعدة تفرس كمية حمودة أكتر فتزيد الحمودة بعدها بشوية اللي بيشرب اللبن هيستريح في ساعتها عشان كده أدوية الحمودة غالبا بتساعد أحسن من اللبن لكن لو ما فيش حاجة هيشرب اللبن لكني بيعارف أن الحمودة هتروح والنار اللي هتروح اللي بيتحس بيها لكن بعد شوية للأسف هيحصل هترجع وهترجع بصورة أشد لأن اللبن فيه كالسيوم والكالسيوم هيزود إفراز الحمود تمام طب فيه سؤال يا دكتورة هبة مروة بتقول أرجوكم اتكلموا عن انخفاض السكر أنا بتبهدلة ومش لقي حل السكر بيوصل لخمسين ولما بعمل تحليل عشان أعرف السبب بتطلع كلها سليمة هي مريدة سكر بتاخد عليك سكر مروة ممكن تكتب لنا لا واضح أنها عندها هو في حاجة اسمها انخفاض سكر زي زيادة سكر يعني سكر منخفض طبعا طيب هي واضح أنها عندها كده بس ممكن تكتب لنا تفاصيل عن بتاخد عليك بش بتاخد عليك طبعا هو انخفاض السكر يعني ده ليه تعريف واضح لكن الفكرة أن الناس معظمها بتقيس السكر بالجهاز إياس السكر بالجهاز السكر ده ما يقدرش ناخد عليه تعريف أن ده هبوط سكر لازم يكون تحليل سكر معملي يأكل لنا فعلا أن فيه هبوط سكر ده أول حاجة عايزين نتأكد هي بتاخد علاج ولا لا في الغالب طبعا لو بتاخد علاج يبقى ده بحتاج مراجعة العلاج ولو هي مريدة سكر هي تتبع بتقولك لا أنا مش مريدة سكر طيب ده بيحصل في ناس كتيرة جدا دلوقتي هو ده أحد أعراض على فكرة مقاومة الإنسولين الناس لما بتبتدي تحس زي ما قلنا بانخفاض السكر أو أعراض انخفاض السكر بتبتدي تتناول سكريات بشارها بتاخد كاربوهايدريتس عالية كاربوهايدريتس دي خاصة لو سيمبل كاربز يعني بتاخد مثلا عصير بتاخد حاجات سريعة أو مربع عسل كلام كده بيرفع جدا مستوى السكر بسرعة فده بيحسن العين انما في نفس الوقت بيرفع الإنسولين جدا وبيرجع تاني السكر يهبت وبنخش في دايرة مغلقة بتؤدي للسكر وده بيحصل في ناس كتيرة وده معظم السيناريو اللي ماشي حاليا انه هو الناس بتحس بأعراض انها سكرهواطي وتبتدي تحلل وتزود السكريات حل هذه المجموعة يعني حد لمعظم الناس دي انها تاكل كاربوهايدرات معقدة تاكل بروتينات لان البروتين بيدي مستوى سكر في الدم بدون ما يرفع الإنسولين يعني احنا عايزين اخفض لهم الإنسولين فعشان اخفض الإنسولين اقل السكريات لو اطريت اخد سكريات باخدها من كاربوهايدرات معقدة يعني مثلا بدل الرز العادي تاخد رز بس ماتي مش قادرين نجيب لده ولا ده يبقى ناكل من الخضار من الفكهة يبقى موظر السكر خضار او فكهة لازم تمتنع عن السكريات فترة والحقيقة ده بيبقى زي الإدمان يعني دي حاجة اسمها شورجا كريفينج والعيان بيخش في مشكلة لكن طبعا هنقول ان فيه أسباب كتيرة جيدة ببرك كلام ده يعني فيه قصور وظيفة كلا لا قدر الله بتقول تحليلها كويسة قصور الكلا وقصور الكبد ولا قدر الله أورام كل حاجات دي بتعمل هبوط فيه مرض نادر نادر كتير بندور عليه اللي هو اسمه إنسولينوما ده خلل في البانكرياس بيفرز البانكرياس إنسولين زيادة وده تشخيصه مش سهل وبيحتاج شبهة من العين يبقى في المستشفى عشان لازم يصوم فترة طويلة قوي لغاية لما نلاقي مستوى السكر قليل نقيس مستوى الإنسولين معاه لكن أعتقد لو هي زي ما بتقول تحليلها كلها كويسة including الإنسولين والكبد وكلا لازم نزبط الأكل بالطريقة اللي قلناها لأن الخطوة التالية بعد فترة بسيطة هي هيحصل لها سكر طيب عندنا سؤال أعتقد إحنا جاوبنا عليه دكتور سامح من رحاب بتقول أعراض ارتجاع المريء ممكن تكون سببها جرسومة المعدة وإيه الفرق بينهم هذك جاوبت أه مستوى وفاق علي بتقول ما عنديش ارتجاع ولا بشرة بلبن ولا منبهات وبرضو لازم أخذ بشامة الحمودة يوميا لأنني ما أقدرش أتحمل مية النار دي يعني بتوصف الحمودة دي إنها مية نار هي ما عندها ارتجاع هي ما عندها ارتجاع لازم بقى لو الارتجاع ده في الآخر ما استجبش على الأدوية البسيطة زي مضادات الحمودة لازم تستشير الطبيب متخصص في معظم ملاقوات دي كلها من غالبا منحاول نعمل لهم أو يعني يفضل يعمل لهم منزار منزار ده بيعرف درجة الارتجاع بنستمع لأربع درجات الشدة A, B, C, D أخفهم هي الدرجة A وأشدهم هي الدرجة D والنقطة التانية كمان نشوف أحيانا بقى فيه مشكلة في الصمام العضلة لأنه خاليا وحكونا دايما دايما المريء قلوي والمعدة حمض أثناء البلع فيه سمام ربنا سبحانه وتعالى خالق السمام بين المريء وبين المعدة السمام ده مقفول ساعة البلع السمام بيفتح الأكل ينزل جوه المعدة السمام ده يقفل تاني يمنع الأكل والحمض يطلعوا فوق لأنه ربنا سبحانه وتعالى خالق جدار المعدة يتحمل الحمض المريء لا يتحمل بعض الناس السمام ده ما بيقفلش بكفاءة بيسمى طبياً فتأ في الحجاب الحاجز وإن كان في المتسك فتأ في الحجاب الحاجز دي ما هواش وصف دقيق لأنه غير الفتأ اللي موجود في أي حتة تانية لكن السمام لا يعمل بكفاءة فبالتالي الحمض يطلع لفوق ده بين برضو بيتم تقييمه بالمنزار وفي بعض الأوقات فيه جراحة بتعمل فيه جراحة بتعمل دلوقتي حديثة بالمنزار اللي عن طريق الفم وفيه جراحات التقليدية اللي هي بالمنزار البرنا طيب عندي ارتجاع وفتأ في الحجاب دي نانا حجاج بتقول عندي وفتأ في الحجاب الحاجز وجرسومة المعدة عملتلي قرحة في المعدة الحل إيه وحياتكو ترده قد احنا بنرد على حضرتك نانا وألف سلامة هو جرسومة المعدة بتاخد العلاج اللي بدولها دكتور متخصص لو كانت ما استجابتش للعلاج اللي هو الخط الأول بنستعمل التاني للخط الأول والتاني بنستعمل التالت وبعدين لحد ما نتأكد أن البكتيريا راحت لأن البكتيريا ليه علاقة بالقرحة لكن الجزء الثاني بتاع الارتجاع والحمودة لو الحمودة دي غير مستجيبة للعلاج بتحتاج تعمل منزار نشوف إذا كان فيه درجة الالتهاب وإذا كان فيه فتأ في الحجاب الحاجز زيقاتنا عندها فتأ في الحجاب الحاجز الفتأ 20% من الناس العاديين عندهم فتأ في الحجاب الحاجز لكن لو الفتأ ده حسب الدرجة بتاعته حسب الحجم بتاعه وكمان بنعمل شوية فحصات إضافية في بعض الناس الطبيب المتخصص بيوصل أن هم يعملوا جراحة أن العضلة دي ترجع تاني تقفل أو الفتأ ده التائم سواء جراحة بالمنزار أو سواء جراحة فتحة جانا الحريري بتقول الدكتور أحمد عمرها 23 سنة وبتعاني من تجشق دائم بقالها أربع سنين فيها أوقات التجشق بيروح وأوقات بيزيد بالذات مع التوتر عملت تحليل جرسومة الماء ده طلع سلبي أخدت أدوية كتيرة جدا منفعش مع العلم إنها لما كانت طفلة لحد ما كبرت كانت بترجع دايما من التوتر طيب هو ده في شقين شق عضوي وشق نفسي يعني هي الشق النفسي هو بيؤدي إلى إن هي بتتجشق الأول كانت بترجع دلوقتي عشان كبرت فبقى ييجي في شكل تجشق ده الاسترس بيخليها تتصرف ده دي نوع من أنوان أنجزعتي أو التوتر أو الأجزعتي هو اللي بيعمل كده والشق العضوي إنها لو هي كانت بترجع كتير ده برضو ممكن يسبب في خلل في السمام اللي بين المريء وبين المعدة وده لازم برضو ترجع بطريقة يعني ما ينفعش نقول كده برضو لازم يتعامل منظر وترجع السمام وتشوف كفأته لأن ده ممكن يكون الارتجاع هو اللي مسبب لها هذه الأعراض فلازم يكون فيه الشق النفسي والشق العضوي زهر عبد المحسن بيقول الجرسومة لها تأثير على زيادة الوزن؟ لا ما لهاش علاقة بالوزن ما لهاش علاقة بالوزن طيب مقاومة الإنسلين اللي هي عليك؟ مقاومة الإنسلين اللي هي عليك زي ما قلنا أهم حاجة فقدان الوزن فقدان الوزن لو مقاومة الإنسلين معايها سكر يبقى نبتدي بالميتفورمن زي ما قلنا لو مقاومة الإنسلين اللي معاها تكايوسات مبيض برضو هناخد ميتفورمن لكن هي أهم حاجة نخس وبالذات لو في بدايات السكر إحنا مطلوب بس نخس من 7% ل 10% من الوزن مش مطلوب 20 كيلو من 7% ل 10% من الوزن بس نستمر كده النقطة برضو لو رجعنا الأمور هتطلع بس نشوف مع مقاومة الإنسلين فيه ارتفاع ضغط الدم فيه خلل في الكوليسترول أو الدهون فيه ارتفاع في الكوليسترول للدم واليوريك أسد كل حاجات دي لازم يتم عليك طب أمنية دكتور سامح بتقول مركبات الإنبرازول حاجة كده بتعالج أعراض ارتجاع المريك دي ممكن استخدامها طول العمر وما هي أثارها الجانبية هو غالبا ما فيش يعني هو للأسف المرضى بتوع الارتجاع بيحتاجه نقول فترات طويلة بس مش طول العمر لكن زي ما هو معروف أن أي دواء في الدنيا ليه أثار جانبية حتى لو كان آمن الأدواء دي بصفة عامة آمنة عشان كده حتى بتتاخد دلوقتي للأطفال لكن دايماً بندي لجرعة معينة لفترة معينة وننوصي العيان بشوية توصيات في الأكل ونقص الوزن مهمة جداً لو كان وزنه زيادة وبعد كده بنقلل الجرعة دي بنخليها 50% من الجرعة لفترة معينة وبعدين بنخليها عند الحاجة لو الإنسان ابتدأ يلتزم بشوية الحاجات اللي هو اللايف ستايل نظام الأكل والوزن والمشي والرياضة وتفادي حاجات معينة في الأكل والشرب أهمها الحاجات طبعاً الحوادق الحاجات اللي فيها الدهنيات التدخين والنيكوتين الحاجات اللي فيها الكافيين بالزاة المياه الغازية السودا اللي فيها السودا بأنواحها يعني اللي فيها مادة الكولة الشوكولاتة الحاجات دي كلها لو حد عمل لها في ستايل لا ممكن يتخلص من الأدوية مش لازم يأخذ الأدوية هل ده ممكن نقوله الناجلة العايدة بتقول مع دي تتعبانة ما برتاحش غير لو خدت قرص يومي من الدواء بتاع الحمودة ده ولو ما أخدتوش بحس بحرقان في المعدة وأحياناً ما بقدرش أمشي يعني نفس الكلام يتألها بالزبط كده بس هي حكاية طبعاً أنه مش قادرة تمشي أنا مش قادرة أعرف علاقتها بالموضوع لكن كمان لازم لحد يبعارف أنه فيه الحاجات اللي يعلق بمعظم الحاجات اللي يعلقى بالجهاز الهضمي الإنسان نفسه عليها دور فلازم أن أنا أبتدي زي ما كنت بتكلم أن أنا اللايف ستايل ونظام الأكل جنب الأدوية لكن مش أفضل مش منظم أكلي وزني زي ما هو وبأكل واتعش عشوة قيلة ونام على طول ومعتمد على الدواء إحنا عايزين تبقى الحاجة هي دواء مش بس الدواء الوحدة لكن الأكل والنوم والصحة والمأكلات اللي نبعد عنها تماما من دكتور أحمد علشان الحمودة علشان الارتجاع علشان الجرسومة مبدأين طبعا لازم أول حاجة يبقى الهيجين إن أضافة العمب في الأكل بتاعي اللي بقى مخصول كويس واللي بقدم فيه برضو يكون مخصول كويس نمر اتنين نبعد عن المقليات الحاجات اللي هي دي بلي فرايدي من المسببات الرأسية بالذات الحاجات للزيت لما يستخدم فترات طويلة ممكن يسبب الألم في المعدة أو ارتجاع المعدة الأكل قبل النوم على طول الكافيين بأنواعه كله أو الحاجات اللي في المهاء الغازية بأنواعها الشوكولاتة لا شوكولاتة يعني لو مش بكيميات كبيرة ممكن مش هتسبب هذي المشكلة من اللي ارتجاع شكرا 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 لك لا يعني هي الفجرة والشطة مثلا ممكن من الأسباب الكبيرة اللي بتسبب فيها الارتجاع المري احنا للأسف وقتنا خلص بس عندنا أسئلة كتيرة جدا جدا عن السكر وعن الارتجاع والحمود واضح أن ده موضوع كبير جدا عند الناس كتير جدا وعن الضغط الواطي يعني حد بتسألني عن الضغط الواطي لو سمحت مكررة السؤال كذا مرة رانيا العزازي سلناها وبتاخد علاج ولا لا ما عرفش بس خلينا النوعاتكم نحن نكمل يعني نعمل حاجة مخصوصة عن السكر وحاجة تانية عن الارتجاع والحمود واضح أن ده موضوع كبير والضغط وربنا يسلمكم جميعا وبنعتذر لكل الأسئلة اللي معرفناش نجاوبها نوعاتكم أنها ارتباعا حنجاوبها بنشكر الدكتورة هيبة دكتور أحمد دكتور سامح فخري وبنشكر كل مشاهديننا تحياتنا لحضراتكم ونشوفكم على خير بكرة يوم جديد يا رب دايماً أيامكو حلوة وزي الفل إلى اللقاء غاداً إن شاء الله